اتنين الناس اتكلمت عن مسألة شرعية الحاكم المتغلب لانه بقول لك طيب اذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم اغتنعنا اتفقنا معكم ما بجوز لكن الحاكم ذاته لو جاء بطريقة التغلب ذاته او بطريقة غير شرعية نقول يا اخواننا في الدين عندنا ان الحاكم له طرق معينة شرعية بينتخب بيها او يختار بيها الطريقة الاولى طريقة الشورى مش الاولى من ناحية الترتيب يعني من ناحية الذكرى انا الاولى الشورى وذي اللي عمل عمر رضي الله تعالى عنه جعل الشورى في ستة ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه امراض والطريقة الثانية هي طريقة الاستخلاف وذي اللي عمل قبالة وبكر الصديق استخلاف من بعد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فدي الطرق الشرعية طريقة الشورى وطريقة الاستخلاف في طرق تانية غير شرعية زي طريقة الانتخابات ايدي هذا في الدين ما شرعية ولان الانتخابات ما شورى تختلف الانتخابات عن الشورى ليه لان الشورى تكون عند اهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء والناس الفاهمين بحال البلد ديل هم بيختار والحاكم والشورى بتختار الافضل دائما اما الديمقراطية بتختار صاحب الغلب الاكتر عنده الجماهير اكتر ممكن الجماهير يكونوا رجرجة ودهماء وما يعقلوا اصلا لكن بيجيبوا الانتخابات ممكن تجيب لك واحد فنان مشهور وعنده سمعة كبيرة جدا ومحبين جماعة اللي بيبوسوا لكوا رعينه بيرقوا سمعه وبتاع انتقنس حقه والحاجات دي ديل ممكن يجي يصوته لو يفوس يعني يكون ما يفقه شي ما يقدر يوقع ذاته في اتفاقية ما يعرف يوقع شان كده قالوا ان الانتخابات هي طريقة وسيلة من وسائل الديمقراطية ودي من وسائل الحريات وسيلة غربية ما وسيلة اسلامية فدي ما وسيلة شرعية اتنين مسألة التغلب ما وسيلة شرعية وسيلة باطلة ماها شرعية قوة السلطان وقوة السيف لكن في قاعدة مهمة شرعية وهي ان الحاكم لو جاء عن طريق التغلب ودي احنا قلنا طريقة ما شرعية او جاء عن طريق الانتخابات ودي طريقة ما شرعية او غير من الوسائل المغتنعين بها انتم كويس لو جاء واستتب له الامن ودانت له البلاد واستقر له الامر في الحالة دي وجب السمع له هو الطاعة ويبقى هو حاكم شرعي وان كان في الاول ما هو جاء بطريقة شرعية وهذا مما اجمع عليه الفقهاء ونقل الاجماع الامام من حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب الفتن انت زول الدين لو بغالطنا نجيب الكتب مالو نتناغش في المواضع دي واستند الفقهاء على دليل حديث العرباضي بن سارية النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت تأمر عليكم عبد امارة العبد ما بالصح لانه العبد ما بيملك قرار ذاته وما حر لكن لما تأمر اي تغلب على الناس بالسيف وقهر الناس ودانت له البلاد واستغر له الامن خلاص اجمع الفقهاء من علماء الاسلام على انه يسمع له ويطاع راجع الاجماع عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وعند الامام النووي في شرحي على مسلم وده من فقهاء شافعية وايضا الامام الشوكاني في السيلة الجراء وغيره من اهل العلم فالمسألة دي مستقرة ما يجي واحد تاني ناغض تقول وده حاكم جا متغلب او غير متغلب